هذه ليست مضايا وإن كان الاختلاف ليس كبيرا بين مضايا السورية ورفيقتها في الحصار تعز اليمنية المجاعة جمعتهما رغم البعد الجغرافي أصبحت أكساد أبنائهما تكشف للعالم كيف يمكن للإنسان الموت جوعا وكيف تكون حياة ملايين البشر مرهونة بأيدي من كانوا يحكمونهم يوما ما ليقتلوهم اليوم بسلاح الجوع في تعز يكبر الأطفال أعمارا طويلة فوق أعمارهم يفهمون الوطنية مبكرا تكتشف ذلك حين تكون إجاباتهم عند السؤال مختصرة بهذه الكلمات وقفوا الحرب إن شاء الله ليرقع السلام والأمان كما كان وترقع البلد كما كانت ما يعملش كذا لأنني بلادهم ما يعملش كذا أبنهم بلادهم أصلا تعب الناس هنا من المناشدات ونداءات التي يطلقونها يوميا للعالم دون إجابة مهملونهم إلا من بعض مؤسسات خيرية محلية تحاول استغلال ثغرات لإيصال مساعدات إنسانية وإغاثية عجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في المدينة المستشفيات هنا هي أيضا تحاول نهوض من بين الركام ومواصلة تقديم خدماتها رغم شحة الإمكانيات وحتى الأماكن فيها فكثيرة هي القذائف التي تلقتها من قبل الميشيا وأدت إلى تدميرها ما جعلت الأطباء فيها عاجزين إلا من بعض محاولات في إبقاء مرضاهم على قيد الحياة والتخفيف من آلامهم تعود الحياة هنا إلى الخلف كل مرة تتفشى الأمراض وتزداد المآسي تستمر الحرب في القضاء على كل جميل ولا جديد إلا في انتظار انفراج قادم للمدينة المهملة ترجمة نانسي قنقر